اه بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم عزائل المشاهدين ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وسعادة الحلقة بتاعتنا نهاردة بسيطة وسهلة زي ما انت شايف كده انا حاطط لك في الفيديو اماكن المواسير بتاعة الصرف او بتاعة التغذية اللي موجودة عندك في الحمام طيب انا دلوقتي عايز اركب البورسلين بتاعي او عايز اركب الصراميك بتاعي اعمل ايه تلاقي الصنايعي يجيب لك الساروخ تمام وتلاقيه ام قطعلك اه فتحة مربعة على قد المصورة او اكبر شوية تيجي تركبها بعد كده تفوجأ ان الوش بتاع المحبس الكل التكسير وكل المربع بتاع الصنايعي اللي عملهولك بان اه عندك وبقى شكل وحش وحط لك على روبا لأ انت بتعمل ايه بتشتري لقمة اللقمة دية زي ما احنا شايفين في الفيديو بتكون دائرية اللقمة دية اقطرها اه نص بوصة تلت اربع بوصة 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 ونص في منها اتنين بوصة الميزة في اللقمة دية انك تقدر اه تخرم على قد كتر المصورة بتاعتك يعني لو انت عندك مصورة نص بوصة تقدر تجيب بوصة اه مصورة اه لقمة بوصة اللا ربع لو انت عندك مصورة اه بوصة اللا ربع تقدر تخرم اه بوصة بحيث يقدر تخش بلاطة البرسلين اه تخترق المصورة يبقى انت كده اه زي بقوله خرمت الفتحة زي ما احنا شايفين على اد المصورة بالزبط لا ييجي صناعي يعملها لك بالاسمو ده بالساروخ ويخرب لك شكلها ده نوع تاني برضو من اللقم هو حاطت جزء مربع كده بلاستيك عشان بس ايه اللقمة ما تروحش معاي مين ولا شمال وحاطت زي مية او مادة اه موجودة فيها بحيث برضو الحرارة اللي تطلع وهو شغال بقص في البلاطة ما يتخربش اللقمة ولا تخرب السراميك لان لو انت محطتش مية او محطتش اه مادة تبرد او مرمتش مية وانت شغال اه بتخرم اللقمة هتها 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 زي ما قوله مش تبقى كويسة وهتبقى تلمى بعد كده اتطر تجيب لقمة تانية فلازم تحفظ على اللقمة بتاعتك لانها دي غالية تمام زي ما احنا شايفين اهو الفتح جات بالزبط على اد المصورة بتاعة الصرف او بتاعة التخزية اللي هتبقى اه في الجدار اللقمة دي تقريبا في مصر في حدود اه متين وخمسين لتلتميت اه جنيه موجودة هنا في السعودية في حدود اه من اه تمانين ريال لحد مية وعشر ريال لحد ميتين ريال طبعا بتبقى على حسب القطر بتاع اللقمة لان السن بتاعها بيكون كربون فبيكون غالي شوية عشان يستحمل اللي هو يقدر اه يخرم في البلاطة زي ما احنا شايفين في الفيديو هنا انت ممكن تجيب خشبة وتبدأ قبل ما تبدأ شغلك تبدأ تخرم كل المقاسات بتاعتك ان انت عندك تلات اربع لقم تبدأ تخرم المقاسات بتاعتك في الخشبة دي طب ايه الهدف من الخشبة دي الهدف من الخشبة دي لو انت اه في بداية الفيديو شوفنا المربع البلاستيك اللي هو بحط في اللقمة لو انت ما عندكش مصار لللقمة بحيث ما تيجي مثلا اه تخرم في البرسلينة حط عليها الخشبة دية زي ما احنا شايفين في الفيديو عشان اللقمة ما تتحركش معاك يمين ولا تتحرك معاك شمال ولان البرسلين اسي واللقمة كمان اسية فهتلاقي اللقمة بتتحرك معاك يمين وشمال فانت عملت فتحة او عملت سقوب في الخشبة دية بحيث تكون هي المصار بتاعك بحيث اول ما تحط اللقمة وتبدأ تخرم في البلاطة ما تروحش معاك يمين ولا تروح معاك اه شمال اه زي ما احنا شايفين اه في الفيديو. هو وحط الخشب اهو على البلاطة. وطبعا بيحط مية. في السقوب اللي هو اللي موجودة دية. بحيس برضو يبردها. ساعة ما ييجي اه يخرم البلاطة. زي ما احنا شايفين. طبعا اه المفروض يحط مية هنا. عشان ما حصلش اي اه مشاكل. تمام? اه بدأ يخرم. طبعا اه برقصي لازم يشتغل اه رقصي. عشان الفتحة ما تجيش معاك بشكل اه بش كويس. زي ما احنا شايفين. حط البلاطة البورسلين. يا بالزبط على قد المصورة. لا صناعي يقول لك انا بقصالك بالصاروخ ولا واحد يجي يستسكى عليك. وانت شغال ليه خرب لك الدنيا. وطبعا كتير جدا بيكسروا البلاطة. يبقى انت عندك نسبة هدر بدلا ما تبقى خمسة في المية. تلاقي عندك نسبة هدر عشرة في المية. اللقم اللي احنا شايفينها دلوقتي دي تقريب مثلا اتنين بوصة. تقدر تحطها برضو في صاروخ. تمام? اه يبقى اخوى شوية. لان البورسلين او ممكن تعملها في الرخام. دي لقم برضو برضو بتكون اسيا اه نوعا ما تقدر تركبها في دريل. تقدر تركبها في صاروخ. تقدر تركبها اه في اي شيء اه بيبقى الحركة بتاعته اه دائرية. بس دايما خد بالك انك لازم تحط اه سائل تبريد. وانت اه شغال عشان خاطر ما حصلش اي مشكلة واللقمة بتاعتك اه تتلم. فهتلاقيها موجودة في المملكة. هتلاقيها موجودة في القاهرة في مصر. تمام? فرمسيس على ما اتذكر. اه دغت شوية قبل ما حصلتها في احدى المشاريع بس حصلتها. اديت لك كويس. السراميك بتاعك ما كانش فيه نسبة هدر اه كتيرة. وبالتالي انت وفرت وعلى نفسك وفرت وكمان عملت حاجة كوالتي. فأتمنى ان شاء الله الحلقة تكون عجبتكم. ما تنسوش ادعمونا بالاشتراك في القناة افتحيل الجرس. عشان ننسلكم كل حلقاتنا بازن الرحمن. كان معكم مهانس حاسم نبيل ويومكم سعيد.